من جديد كل تحية لك كابتن ايمان والضيفة الكرام والكل مشاهدين ومشاهدة ومتبعين شاشة قناة النادي العلي في كل مكان عقب نهاية اللقاء الوديم اللي جمع ما بين الاحد وفريق بتروجيت بتعادل سلبي بدون اهدف يسعدنا اليكون معنا في هذه الاثناء الكابتن ربيع سين نجم للنادي العلي والمدير الفني الفريق بتروجيت كابتن ربيع في البداية تحية الكابتن ايمان شوئي الكابتن شريف عبد منعم كابتن هني رمزي الكابتن وصاب عرب الكابتن عدل عبد الرحمن نهاردة مباراة قوية في استعداد قوي وبروفا قوية لك أمام النادي الأهلي مباراة بتنتيب التعادل السلبي أمام فريق النادي الأهلي إيه للسيد والتحليل ده جامدين قوي يا كماتش جامد للدراجات ما شاء الله طبعا كبات المصر الكبار طبعا إخواتي الأزاء الأفاضل سعيد جدا أنه موجودين نهاردة أنا سعيد جدا في ناديها طبعا نادي الكبير العريق نادي المبادئ والقيم نادي البطولات نادي الوطنية دي حقيقة بنتشرف أنه كنت موجود وبنتامل هذا النادي الكبير اللي أتمنى له كل التوفيق سعيد جدا بتجربة قوية طبعا نحن في مجموعة قوية فلما تيجي تلعب تيم زي تيم إنه أحسن تيم في أفرقيا مش في مصر يحتيم البطولات اللي عنده اللي يملك كل المقاومات الفنية اللي أنا أقدر الشغل عليها وأعاود عليها اللعيب عشان نستعدي بها البطولة هتنطلق يوم ثلاثين في بطولة قوية جدا فنية شارسة فيها أكتر من اللاعب عاوز يسعط بطولة ما فاش فريسال فأنا قلت لهم الكلام ده أنا بلعب الندل عشان نتعود على الصعب لأن كله صعب 16 فريق في ممتازبة فطبيعي جدا بخش بقى لجوانب الخططية حفاظها اللعيب أنا خلصت جوانب البدنية تماما لما دلوقتي الشغل مهاري الخطط اللي أنا بقدر أشتغل بها عشان أتفوق بها إن شاء الله على المنافس طبيعي جدا وبعود لعيبة وبرجع النفس وبرجع الفورمة وبدخل الفورمة طبيعي جدا هو يعني كتر خيرهم أنا لعبت بأكتر من 11 لعيب لحد 60 دي وبعد كده بدأت أغير 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 20 دي 15 دي نصف ساعة فأنا ساعد جاب بالتجربة تجربة قوية جدا أجد هستفيد من هنا طبعا هشتغل عليها عندي خلي بالك بكرة ماتش ماتش ودي بكرة عندي برنامج متاعي النهاردة الاثنين بكرة ماتش ودي مع ابن سويف الخميس الفيو كل ممتاز به فإن شاء الله تجربة قوية جدا وكده هستفيد منها وشغلت عليها وهتدي دفع قوية جدا للعيبة الفنية للأمام بإذن الله تعالى هتفر معنا في المطشط الجاي بإذن الله تعالى مجموعتك مجموعة القاهرة في الممتاز به فيها أكتر من 12 فريق كلهم لعبوا دور ممتاز وده بيزيد من صعوبة المنافسة السنة دي أعتقد بروفة قوية جدا أمام النادلالي خاصة تعمل فريق متوسط أعماره كلها شباب 22 أو 23 سنة آه طبعا الجانب التنصيقي مهم جدا في ترابط الأجيال مع بعض عندي 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 جيل وجيل وجيل وخذ بالك العمر متوسط العمر عندي خلي بالك أنا بنظمها كويس جدا لأن أنا بشتغل مش بشتغل للسنة دي يا محمد أنا بشتغل للسنين قادمة بصرف النظر موجود أو مش موجود لازم أعمل الصح والتجربة بإذن الله إن شاء الله هتأخذ وقت شوية لكن إنا ماشيين في كل الانتجاهات بأعمل أجيال بأعمل عمار بأعمل خبرات بشتغل بنظر قمول جدا في المجموعة طبعا صعبة جدا وفيش كلام عوزة متشاط وعوزة 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 خبرات وعوزة شخصية وعوزة برنامج وعوزة فنيات الموضوع كله فنيات الشغل أنا بشتغل حجم الشغل اليوم كتير جدا في الفنيات ملعب وصبورة وفيديو وخبالك وحفظ وعملي ونظر كتير جدا وشرح وشرح لأن ده ده اللي أنا أصلي اللي بأعمله حاليا دلوقتي وطبعا أنا معاك نجموعة قوية مفيش كلام بس تعدنا باللي معايا الموجود رويحنا جيبنا طبعا أكتر من عنصر خبالك في خط الضار في وسط الملعب قدام إن شاء الله بنا وفانا أكيد الناس دي هتحتاج هاتشوها في الانسجام والتفاهم خد بالك هتحتاج شوها فنيات خبرات مواقف كله ييجي بإذن الله يعني عموما هنعمل علينا وهنشتغل وأنا بطبيعة الحال أنا بشتغل 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 فشعرنا هو العمل الاكتهاد الشغل ففي جواني بكي تجريد أن أنا بشتغل عليها إن أرضا مثلا خرجت بإيه سلبياتي إيه جوبياتي هأكد وهعالج السلبيات ومشي واحدة واحدة باحيتك فالله أصده إن احنا ماشيين وهنشتغل وهنتعب ونكتاد والله المستعان والتوفيدنا بتاع الله سبحانه وتعالى كابتر ربيع دائما في المبارد اللي دائما بنبصش للنتائج قد ما بشوف إن أنا بجرب بعض الجمال الفناية بجرب بعض اللعبين سواء بالنسبة لك أو بالنسبة للنادي الأهلي تقييمك للمباراة أيضا يعني نقول للنادي الأهلي النهاردة بروفة قوية برضو للنادي الأهلي في ظل النادي الأهلي عنده غيبك كتير فريق الأساسي مريحه نهاردة بيدي فرصة بعض اللعبين الشباب طبعا النادي الأهلي يجرب مجموعة من الشباب مجموعة من الناس اللي ما لعبتش بيرايح طبعا الناس الدوليين اللي اكتهدوا ويشتغلوا كموسم شاخ جدا موسم طويل أدوا مع عليهم نجوم كبار اشتغلوا بإخلاص اشتغلوا تعودين على البطولات اشرفونا عملوا كل حاجة أسعدوا الجمهور أسعدوا الإدارة دول نجوم كبار كبار بوزن الكبار المحترمين أجيال بيتسلم أجيال فأنا بشكرهم على مجهودهم اللي فاتوا بشكرهم طبعا بشكر مدير الفني مسترم السوماني بشكر الجهاز كل الناس بيتشتغل عشان تسعد الكيان عشان تسعد الجمهور كل واحد في مكانه بيحاول ليسعد الجمهور وأنا بشكرهم جدا جدا أنا واحد من الجمهور اللي بره اللي بحب بنادية بنتمي ليه بنتمي الكيان كبير جدا عاوزوا بقى فالناس كلها عملت اللي عليها وحاولت وكل الشكر على الموسم القوي اللي عم تقول إنها بطولة تروح ده عادي جدا مفيش مشكلة البطولات كثيرة عندنا فأكيد النادي طبعا استفاد مسترم السوماني النهار استفاد بوجوه جديدة بشباب بتوظيف بتغيير بكوية حاجات كثيرة جدا فنية يعني الاستفادة أكيد تبقى كثيرة جدا فأكتر من واجه جدير لن أردنا شايفه فده أكيد حمد الله يبقى استعاد دائرة وبيخلي واحد وطويل وثلاثة في المكان عشان الموسم طويل والموسم بيحتاج عتد كبير جدا من اللعيب فده النادي الأهلي وده الشغل على أعلم الصواه من الجهاز الفني والموديل الفني أخيرا أنا كابتر ربيعت وهو بحتفل بالنجمة العشرة هنحتفل ونتبسط إن شاء الله تعالى واحنا متعودين ان الكيان دايما كبير كلنا بنحترم الكيان بفضل الله سبحانه وتعالى ثم التواصل والترابط والحب والاحترام والتنسيق اللي غير رائع كل التوفيق ان شاء الله يبقى احتفالية كبيرة جدا تليب بالكيان الكبير اللي بنحبه وبكل البطولات اللي حقناها بفضل الله تعالى. شكرا جزيلا شكرا حبيبي شكرا شكرا شكرا. عزة مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان كابتن ايمن ضيوفك الكرام ده اللي قانا مع الكابتن ربيع سين نجم النادي الاهلي والمدير الفني الفريق بيترجيت عاقب نهاية اللقابة عدل سلمي ما بين الاهلي وفريق بيترجيت جديد تعود الكلمة للكابتن ايمن شاوي وضيوفه الكرام. شكرا جزيلا للزميل عزيز فاروق صلاة.